ما شاء الله الحالي التحكيم يتحسن أوه إذا كان ده وجهة نظرك يعني لا بس ألك كان معرف عندنا طبعا أخطاء تحكمية ولكن إن شاء الله الأمور تتحسن طب وجهة نظر حضرتك إيه وجهة نظر يا الله مشكلتنا في تعيين الحكام طبعا تقسيم اللجنة في ناس مجموعة قسمة ثانية ومجموعة قسمة ثالث ومجموعة دور الممتاز أنا شاف أن ده مش صح وجهة نظر مش صح ولكن أنا ممكن أعمل لجنة اللجنة كلها مشرفة على التعينات ممكن أخلي مثلا كان كابتن محمد فاروق ماسك ممكن أخليه يعمل مشروع وبعدين المشروع ده تعرض على لجنة اللجنة اللي موجودة في لجنة الحكام ونشوف هل إحنا اختارنا صح ولا لا هل اللي بيعين عنده فكرة عن تاريخ الحكم الحكم ده قبل ما بختاره أنا بعرف تاريخه السنة اللي فاتت عمل إيه مع النادي ده السنة اللي قبل إيه عمل إيه مع النادي ده هل في مشكلة مع إحدى الناديين هل ومشكلته بقى لها قد إيه ما منفعش حتى لو حكم عمل مشكلة مع نادي ما منفعش إن أنا قعده مدى الحياة ما ألعبش ولكن هل المشكلة بقى لها فترة هل المشكلة كان لها تأثير وتأثير جسيم ده اللجنة دلوقتي ما بتعملوش؟ مش مش ما بتعملوش التركيز قليل شوية في التخصص ده يعني لأنه هم أول مرة نمسكوا تعينات في الدول الممتاز بنتكلم على مين على اللجنة نفسها أو بنتكلم على كلاتنبرج لا كلاتنبرج هو اللجنة اللي موجودة دي بتعرض عليه وهو بيوافق أو بيقول غير ده وده عنده مشكلة ولا لا يعني ده الاتجاه ولكن كلاتنبرج ما يعرفش تاريخ كل حكم لأن الراجل جايب قاله شهرين ولا ثلاث شهور صح ما يعرفش تاريخ كل حكم صح إنما اللي يعرف تاريخ كل حكم الناس اللي عندها خبرات ومسك اللجنة يعني كلاتنبرج دلوقتي مش هو اللي بيعاني الحكام اللي بيعانيها اللجنة اللي موجودة معنا اللجنة الموجودة أو اللجنة بتأرض عليه وهو بيكر أو بيوافق على الحكام أو يشيل بعض الحكام يقول له الغير ده على ضوء الأداء الفني بتاع الحكام نفسها في الفترة الزمنية اللي هو أدار التحكيم فيها إنما كتاريخ للحكم وهو ما عندهش الملكة دي